اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الورقة الثانية هي لدكتور سامر بكور أبعاد النزوح الطائفي في إدلب ويسمها سوريا الصغرى والورقة الثالثة هي لدكتور حمزي المصطفى سوريا أزمة اللجوء إلى الخارج والتغيير الديمغرافي داخلها طبعا المجموعة الزملاء اللي حيتقدموا بالأوراق السوريين وعندهم تجربة بالأبحاث بما يخص سوريا والديهم تجربة ميدانية في أغلب الحالات كإجراء مسوح ولقاءات في الداخل السوري يعني أوراقه المعتمدة على شيء عملي موجود وملموس على أرض الواقع مثل ما بنعرف نحن عبر الحراك المجتمعي في سوريا اللي انطلق بعام 2011 واللي نادى بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية عبر عن الاختناق اللي كان واصل إليه المجتمع في مختلف جوانب التنمية المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية واللي عكس بدوره التناقض الحاد بين المؤسسات القائمة وما يصب إليه المجتمع السوري ولعبت بقوة التسلط المحلية المتمثلة في الاستبداد السياسي والعصبيات والتطرف وقوة التسلط الخارجية دور حاسم في تحويل هذا الحراك وعسكرته واستغلال العنف الدامي والاستثمار في تسيس الهوية واقتصاديات الحرب اللي نجمت عنه طبعا سوريا حاليا بعد 8 سنوات من النزاع النزاع اللي سبب أكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية التاني باعتراف جميع المهتمين بهذا الشأن فقدت خلال هالنزاع هذا مئات الألوف من المواطنين فقدوا حياتهم بالإضافة إلى لجوء أكثر من 5.6 مليون مواطن سوري باحثين عن الأمان في دول جوار لبنان وتركيا والأردن وفي بلدان مضيفة أخرى بينما بلغ عدد النازحين حسب آخر تقارير لمنظمة اللاجئين في آب 2019 حوالي 6.140.000 نازح داخلي وهو يعتبر أعلى رقم في العالم يعتبر رقم رقم واحد في العالم حاليا والنازحين حديثا بالفترة الأخيرة بلغوا مليون ومئة وتسعين ألف بسنة 2019 ورغم أنه حدة المعارك خفت إلا أنه بالفترة الأخيرة لم نشاهد عودة النازحين أو لاجئين بالوتيرة المطلوبة طبعا لأنه فيه إرادات سياسية داخلية وخارجية لعدم عودة هؤلاء النازحين أو اللاجئين إلى أماكنهم نحن من خلال دراسة من خلال الورقات العمل نسعى إلى تغيير نمط الدراسات اللي كانت سائدة سابقا واللي حكى عنا الدكتور حيدر صباحا بأنه كانت كلها مهتمة بدراسة ظروف المهاجرين الاقتصادية واجتماعية في سبيل معرفة الاحتياجات الاحتياجات الرئيسية وتحسين أداء المساعدات لصالح المهاجرين نحن نحن نحاول بهالورقات العمل نسلط الضوء على واقع المهاجرين بشكل مختلف عن موضوع الاحتياجات ورح نعطي الكلام للزملاء عندنا ثلاث متحدثين حنحاول نستغل الوقت بأفضل ما يمكن سنبدأ مع الدكتورة سجل الزعبي لو سمحت شكرا دكتور علي يسعد أوقاتكم جميعا أولا أنا بحب أعرف عن حالي سجل الزعبي طريت أني أترك سوريا في عام 2016 حاليا بعمل في جامعة أكسفورد قسم التنمية الدولية كمدرس وباحث مدرس للهجرة القصرية والجندر والسياسة الشرق الأوسط وبسرني جدا أني يكون معكم وموجودة بالمركز اليوم إذن المهجرون السوريون في الداخل ما بين لعنة الحرب ومتاهة الهجرة القصرية ماذا يحدث في سوريا من عام 2011 إلى الآن تكلم عنه الدكتور علي فما في إضافات رح ديفها ممكن الشيء اللي تتكلم عنه كيف التراجع حصل في سوريا فخلال الربع الأول فقط من عام 2013 بحسب مؤشرات التنمية كان التراجع للسوريا بمعدل 15 عام وهذا الرقم بيزدياد فبالتالي منقدر نخمن أو نقدر العدد التراجع للسنوات الكبير اللي عم تشهده سوريا للأسف في هذه المرحلة بالنسبة لل رح ركز أكتر طبعا التراجع شمل مستويات كثيرة على المستوى التعليمي المستوى التنموي الاقتصادي الصناعي لأسباب عديدة لكن من وجهة نظري كمهتمة بالتنمية بشكل عام وبركز على الجندر أكتر فهو كان الدمار الأكبر والخسارة الأكبر هي للرأس المالي البشري فحسب الإحصائيات بحسب اليوئين 13 مليون في سوريا هم بأمس الحاجة للمساعدات الإنسانية أكتر من 6 مليون مثل ما تكرموا وحكت الدكتور علي نازحين داخليا وأكتر من 6 مليون النازحين خارجيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين موجود في تركيا تتجاوز 3 مليون لكن بالنسبة لعدد الأشخاص كان هو أكبر عدد موجود في لبنان حيث كل 5 أشخاص في لبنان يوجد لاجئ سوري وكل 15 شخص في الأردن أعلى نسبة لنسبة للأشخاص بالنسبة لعدد السكان الإجمالي وكل 15 شخص في الأردن يوجد لاجئ سوري المشكلة كمان أيضا بحب أنه نوهلة وشير لأهميتها هي التعليم الخسارة الكبيرة اللي حصلت في قطاع التعليم سواء في دمار وانهيار المؤسسات التعليمية والمنظومة التعليمية أو بنقطاع الأطفال من فئة 8 إلى 16 سنة أو 14 سنة عن التعليم لأسباب عديدة أهدف الدراسة التعرف أولا في هذه الدراسة في البداية سنقوم بتوصيف أو تعرف لموجوات النزوح الداخلي في سوريا تحديد الأثر الديمغرافي للنزوح تسليط الضوء على أهم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المهجرون ورصد الاحتياجات والدخلات المناسبة الكفيلة بتعزيز صمود لدى المهجرين وتحسين وضعهم المعيشي سواء في مناطقهم الجديدة أو في مناطقهم لهم منطقة الدراسة تمت الدراسة الميدانية مسح ميداني في منطقة السلامية في المنطقة الوسطى في السوريا تابعة لمحافظة حما وفي منطقة السويداء وهي في المنطقة الجنوبية في سوريا باعتبار أن هاتين المنطقتين هما من المناطق الآمنة نوعا ما وتفتقر لكثير من الخدمات والتي ممكن تعيل وتخدم تخدم الأعداد الكبيرة من المنازحين التي وفدوا لهتين المنطقتين منهجية الدراسة تم اعتماد منهجي التحليل النوعي والكمي في هذه الدراسة من خلال عمل مسح ميداني عامي 2015-2016 تم إجراء خمس مجموعات نقاش بؤرية بالإضافة إلى المقابلات الشخصية بواسطة استمارة استبيان لعينة عشوائية بتتكون من 193 رب أسرة أو ربة أسرة من المهجرين المدنيين المتوزعين على قرى مختلفة في منطقتين الدراسة كما تمت مراجعة تاريخ حياة أفراد العينة والمناطق المدروسة قبل وبعد التهجير ومقابلة القادة المدنيين والمحليين في تلك المناطق المدروسة بداية الأثر الديموغرافي سنبدأ فيه من خلال توصيف موجات النزوح التي حدست خلال هذه المنطقتين المدروسة من خلال المقابلات والجلسات النقاش المركزة أو البؤرية مع الأشخاص النازحين أو المهجرين في هذه المناطق تم إيجاد أربع موجات نزوح مرحلة النزوح الفردية وهي شكلت ما يقارب 8% من عينة الدراسة بدأت من عام 2011 وحتى تموز 2012 في هذه المرحلة كانت مرحلة فينا نقول فردية على مستوى الأسر في المناطق غادرت هذه الأسر سكنها في المناطق حيث بدأت ظهور النزاع الطائفي والانتماء والولاء السياسي وكان فيه بدايات للخطف واشتباكات وانتشار عمليات السرقة وإلى آخر وكانت فيه نوعا ما بداية توقف المدارس مرحلة النزوح الجماعي وهي كانت غالبة يعني الأكبر موجة نزوح شكلت ما يقارب 60% من عينة الدراسة تدأت من عام 2012 وحتى منتصف في 2013 بدأت هذه الفترة بخروج مناطق كبيرة من دمشق وريفها عن سيطرة الحكومة أو النظام ودخولها مرحلة النزاع المسلح كان وقتها فيما يعرف بمرحلة بركان دمشق أو معركة بركان دمشق لتتوسع رقية الحرب فيما بعد واتصل إلى مدينة حلب والحسكة ودير الزور وتنتهي هذه المرحلة بدخول محافظة الرقة مدينة وريفا مرحلة النزاع المسلح كمان انتشر في هذه المرحلة الكثير من عمليات السلب والنهب والاشتباكات وكل عواقب أو عقبات أو تبعات الحرب المرحلة الثالثة وهي مرحلة سيطرة المتطرفين والإرهابيين وشكلت ما يقارب 20% من العينة المدروسة امتدت من منتصف عام 2013 حتى نهاية عام 2015 تميزت هذه المرحلة بازدياد نفوس تنظيم القاعدة وجبهة النصرة من جهة وازدياد نفوس داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من جهة أخرى واحتدام الصراع بينهم على السلطة وما قال إليه من معارك واشتباكات وخرب ودمار كبير كان من أهم سمة هذه المرحلة هو التوقف التعليم المدرسي والجامعي في المناطق في المناطق التي نقشأت فيها هذه موجات النزوح الرابعا المرحلة الحروب الكبيرة وهي شكلت 15% من عينة الدراسة من عام 2016 وحتى الآن اجتدت المعارك في هذه المرحلة بين القوات النظام وحلفائها من جهة والأطراف المسلحة من جهة أخرى ونتيجة فرط استخدام القوة كان في كتير من موجات النزوح الكبيرة اللي إلى الآن مستمرة وكان من أكبر التهجير اللي حصل في منطقة الغوطة الشرقية ثانيا رح نحكي عن المناطق المصدرة الوافدين هي المناطق بشكل عام التسمت بالمناطق اللي بدأت فيها الصراعات كانت تبحث عن العدالة أو عن المطالب لكن فيما بعد تطورت إلى حراك ونزاع انتهى بأن أصبح حرب دولية التركيب الطائفي للوافدين والمستضيفين هذه التحركات أو موجات النزوح اللي حدثنا عنها أدت إلى خلط مكونات المجتمع السوري وحداث تغيير ديمقرافي غير قصري على أساس أن المهجرين هم من بحثوا عن هذه المناطق وأتوا بطوعهم واختيارهم فهنين ما أجبروا على اختيار المناطق ولكن أجبروا على ترك مناطقهم إلا أنه دعم السكان الأصليين لهذه المناطق وتأمين الملجأ والمساعدة خاصة في المرحلة الأولى كان له دور كبير في احتواء النازحين أو المهجرين التركيبة الطائفية للمناطق المدروسة المنطقة السويدة هي معروفة بالغالبية الدرزية لكن النازحين فيها كانوا متوزعين الغالبية اللي هي أكتر من 80% هم من المهجرين اللي 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 تهجروا من مناطقهم لكن هم من الطائفة الدرزية وهم أصلا من منطقة السويدة في حين أنه ما يقارب 20% من المهجرين هم من أبناء عفوا عفوا في أخطاقتهم أكتر من 80% هم من المهجرين من الطائفة السنية من محافظة درعة الوريف دماشق واللي أنا بفتخر أنه مضقة رأس والدي هو من درعة في حين أنه نسبة 20% من المهجرين كانوا من أبناء المحافظة الموجودين بمحافظات أخرى وتوزعت نسب المهجرين في منطقة السلمية اللي هي ذاتة غالبية الإسماعيلية ما يقارب 50% و48% من أبناء المنطقة الإسماعيليين اللي كانوا موجودين في محافظات أخرى أو حتى السنة اللي هنن من السلمية في حين 41.9% من المهجرين من السنة و10% كانوا من مهجرين الطائفة العلوية هون لابد من الإشارة أن منطقة السلمية في بداية الأحداث استقبلت الكثير من مهجرين مدينة حمى لكن الأوضاع في حمى سرعان ما استتب الأمن والاستقرار وعادوا المهجرين إلى مناطقهم التركيب الأسرية للعائلات المهجرة الميزة اللي كانت جدا وهي ما هي ميزة إيجابية بالطبع ولكن هي السمن اللي كانت اللي توجد في جميع المجتمعات اللي بتتعرض للهجرة القصرية ولا الحروب أنه صار فيه تشتت بين أفراد العائلة الواحدة فهذا الصراع المستمر أثر في تركيبة الأسرة السورية من جنب من فينا نتكلم عن جانب كيف الكثير من الأشخاص الكبار بالعمر لم يرضوا بأن يتركوا مناطقهم الأصلية أو يهاجروا ويعني أبوا إلا أنه يضلوا في مناطقهم في حين بعض الأسر أيضا التي تحتوي ذكور بفئة عمرية معينة اضطرت أنه تهاجر أيضا وتترك شبابها في مناطقها الأصلية أو أنه تعي لها تلاقي لها الفرصة المناسبة لحتى تهاجر خارج سوريا بشكل عام أكثر من سلس الأسر في العين المدروسة هن الأسر تركوا شخص على الأقل في مناطقهم الأصلية اللافت في النظر في هذا الموضوع الذي أحب أني يركز عليه أيضا أنه 20% من الأسر أصبحت تعيلها نساء لأسباب عديدة ممكن الزوج توفى أو فقد أو لعدم قدرته على إعالة أسرته أو أنه يبقي في منطقته الأم والأسرة الأم والأولاد هاجروا إلى مناطق أكثر أمان وهذا حمل المرأة دور جدا مهم وأسقل من عاطقها خاصة أنه سنتكلم فيما بعد أكثر عن هذا المجال خاصة أنه النساء الريفيات كانوا غير مؤهلين لهذا دور نوعا ما ورح نتكلم عن هذا بالتفصيل التحديات الاقتصادية والاجتماعية أول شي نتحدث عنه الوضع المالي للأسر والخط الفقر فهي كان لغالبية الأسر في سوريا الأسر المهجرة يعني وضعهم المالي جدا هش فإذا إذا نعتبر خط الفقر هو 1.90 للفرد في اليوم على اعتبار متوسط حجم الأسرة في المعينة المدروسة خمسة أفراد فنجد أنه 90% من الأسر المدروسة هي أسر فقيرة والجديد بتذكر أنه جميع الأسر التي تقودها نساء التي نحن تكلمنا أنها 20% من هذه الأسر تقع تحت خط الفقر المدقع واللي هو 1 دولار باليوم للأسرة للفرد بالأسرة فبالتالي كغالبية بالنسبة غالبية العينة المدروسة فإن هناك أكثر من سلث العينة يقعون في حالة حارجة جدا بحاجة لتدخلات سريعة على جميع المستويات بالنسبة لمصادر الدخل في كثير أشخاص وعائلات فقدت مصادر دخلها أو ممتلكاتها أو الموارد اللي ممكن تحصل على دخل وهذا الشيء أدى إلى هشاشة وضها أكتر وأكتر وكان التهجير هو المدمر الرئيسي لمصادر واقتصاد الأسرة بشكل عام أيضا تغيير الأدوار الجندرية وتبعاتها فمثل ما تحدثنا أنه العشرين بالمئة من الأسر أصبحت تعيلها نساء في الوقت اللي في خمسة وستين بالمئة من أرباب الأسر أصبحوا عاطلين عن العمل يأسباب عدة فهذا الشيء فرض على المرأة دخولها ميدان العمل بالرغم أنه عدم امتلكها في كثير من الأحيان عدم امتلكها للخبرات والمؤهلات اللازمة خاصة في المناطق الرئيفية المرأة حتى ما قبل الحرب بتلاقيها أنه هي ممكن تعمل بمجالات الصناعة مجالات الزراعة لكن هي لا تقدر أو هي غير قادرة على الاحتكاك مع التجار والسوق ودخول للسوق لأنه هذا حكر على الرجل حتى هي العمل اللي بتقوم فيه وبتنشأ وتعمل كافة الخطوات فيه في الآخير عملية التسويق هي من مهمة الرجل هذا شيء أدى لكثير خلل بالعملية وأدى لضعف المدخول لهالأسر اللي بتعيلها نسا في أيضا كان فيه مشكلة السكن يعني الأجارات السكن كانت جدا مرتفعة في سوريا وهالوضع الهش لهالمهجرين لا يسمح لهم بأنه يلاقوا سكن مناسب فرغم أنه يعني خمسين بالمئة من المهجرين كانوا عم يستأجروا منازل نوعا ما جيدة لكن فيه نسب كانت منهن عائلات يسكنون في غرفة واحدة في دور الإيواء وفي بعض العائلات تقنط في مساكن قيد الإنشاء يعني هي غير قابلة للسكن الوضع 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 تقريبا تقريبا جميع أفراد العين يعني الوضع النفسي هو غير جيد لكن إذا ننقارن بين الوضع النفسي لأفراد العائلات التي تعيلها النساء وأفراد العائلات التي تعيلها رجال نلاقي أن 30% من الأفراد الأسر التي تعيل ها النساء تعاني من وضع جدا سيء مقارن 5% فقط من الأسر التي تعيل ها رجال هذا كله أكيد أثر على العلاقات الاجتماعية بشكل عام إذا سأركز على التعليم أكثر العلاقات الاجتماعية أثرت وخاصة أن الأوضاع الاقتصادية والتعليمية التي حذت بأن كثير من الأطفال يتركوا أو ينقطعوا عن المدارس والتعليم أصبح الأطفال لديهم نوع شيء من التمرد أو التنمر على الأسر هذا شيء نوجد أيضا فينا نذكره أكثر بالتعليم فهي من أولى القضايا التي يجب الاهتمام فيها خاصة في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا وحلها بالسريع العاجل ففي العينة كانت تقريبا خمس الأطفال التي عمرهم من 16 إلى 14 عاما من 6 إلى 14 عاما وهي منهم 19% منقطعين تماما عن الدراسة وفي نسبة 36% عاما نلاحظ أنه في أشخاص منقطعين عن الدراسة بسبب عدم تأمين المستلزمات وعدم قدرة الأهل على تأمين مستلزمات التدريز ونزوح الأطفال وعدم توفر مدارس مناسبة بناء على المجموعات البؤرية والنقاشات والمقابلات الشخصية قمنا بتحليل اقتصادي قياسي لحتى نعرف شو هو الحل للتخفيف من حدة الفقر فكانت العينة فكان بالعينة 25% من العينة هم حاصلين على قروض من المنظمات التنموية اللي ساهمت في تخفيف حدة الفقر بحوالي 24% وهون هذا مؤشر جداً مهم لأهمية مشاريع التنمي الإقراض الصغير في تحسين أفراد التحسين المستوى المعيش للأفراد الآن إذا نحنا رح نحكي عن على عجل على رصد الحاجات والمصادر لهالفئة هاي فأثناء المقابلة وجدنا كثير من العينة المدروسة عندهم تساوى احتمال بقاءهم في المنطقة المضيفة مع العودة لمناطقهم الأصلية لأسباب عديدة لكن من خلال المسح الحقلي اللي عملنا تبين هناك بعض العوامل اللي ممكن تأمينها أو توفرها لحتى يأما يبقوا في هذه المناطق المضيفة يأما يعودوا للمناطق الأصلية على سبيل المثال رصد الحاجات والمصادر للبقاء في المناطق المضيفة هنا بحاجة لأن يكون عندهم عمل مهم وخلق فرص عمل خاصة للنساء أن يكون عندهم مشاريع صغيرة هذا جدا كثير مهم والشيء اللي بيخليهم يبقوا هناك بالنسبة لأنهم هو الأشياء الكثير مهمة أنه توفر لهم الأمن والأمان والمدارس بالنسبة ليعودوا للمناطق الأصلية فهن بحاجة أكيد لتفعيل طبعا بعد عودة الأمن والأمان لهذه المناطق كأنه ما أوكي العودة للمناطق هم الأصلية فهن بحاجة لتوفير الأمن والأمان في هذه المناطق وبنفس الوقت يكون تثبيت ملكياتهم لعقاراتهم وبيوتهم إن كانت لساتها موجودة وترميمها في حال خرابها يعني عودتهم لازم يكون من مكان مقبول خلينا نقول لمكان جيد مو معقول يرجع والمناطق لساتها على الوضع الحالي والدمار والخراب اللي هي فيها برجع بأكد النقاط المهمة جدا لقلي في هذا من خلال هذه الدراسة أولا هي منستفيد منها في مرحلة الحرب هي الاستثمار في رأس المال البشري وخلق موارد بشرية فعالة من خلال التعليم خاصة للأطفال من عمر 6 ل 14 سنة وتدريب وبناء القدرات الفئات الفتية وخاصة للنساء مع التمكين والدعم النفسي ربط التدريب مع مشاريع الإقراض الصغير وخاصة للنساء اللي بتعيل أسر بما يتناسب العادات المجتمعية للمقتردين وستراتيجية طبعا محددة تتناسب المرحلة الراهنة مرحلة الحرب ومرحلة ما بعد الحرب أما في البعض السياسي فلابد والاندماج بين مختلف الطوائف في منطقة دراسة بتأكد أن الحرب في سوريا ليست بحرب طائفية ولكن أدواتها طائفية فأطراف النزاع تبنت النهج والخطاب الطائفي للوصول أو للإستمرار في السلطة تحقيق مكاسبها السياسية الضيقة دون أي مراعا للمدنيين وحقوقهم الإنسانية في عيش كريم آمن شكرا رح نعطي الكلمة لدكتور سامر بكور ليعرض أن تجربة فعلا هي فريدة ومتميزة بسوريا وحالة نادرة يعني يجب لقف عندها هي حالة إدليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شي بحب تشكر المركز العربي على إتاحة هالفرصة على إتاحة هالفرصة لأن من أجل إثارة هذه القضية الحساسة بالنسبة لأن تاني شي فعليا بتشكر المركز العربي على هذه استضافة الكريمة وملاحقة أمورنا حتى وصلنا لقطر بصراحة موضوع إدليب هو موضوع حساس وخاصة أنتي أنا ابن محافظ إدليب وخاصة أني كمان عملت مقابلات ميدانية مع أناس موجودين في إدليب وأهلي وكل أصدقائي موجودين في إدليب فلذلك العمل كان نوعي ميدان اخترت الاسم أول شي سوريا الصغرى لأن أنتو تعرفوا موجة النزوح اللي صارت من كافة المحافظات الأخرى إلى محافظة إدليب يعني أصبحت إدليب الآن بصراحة هي سوريا الصغرى لأن كل فرد من المحافظات السوريا الآن أصبح في محافظة إدليب وإن شاء الله طبعا بتعود سوريا ككل يعني يسعى هذا البحث إلى تعريف مصطلح النزوح الطائفي وتطبيقه على الصراع في محافظة إدليب إذ تمثل إدليب كما نعلم بيئة حاضنة وإطار مثالي لكافة القوى والفصائل الإسلامية الجهادية المسلحة الموجودة في إدليب إدليب كانت تتميز بنسيج وتكوين اجتماعي مثالي ولكن للأسف الشديد بعد عمليات النزوح التي حصلت إلى محافظة إدليب وسوف أتكلم عن النزوح الداخلي ضمن محافظة إدليب وليست عمليات النزوح التي انتقلت من باقي المحافظة إلى مدينة إدليب هذا النسيج الاجتماعي والتكوين المثالي لمحافظة إدليب قبل عام 2011 للأسف أصبح مجزة أصبح مقطع الدكتور عزمي بشارة وهنا سأقتبس أشار في إحدى دراساتي عن الطائفية بأنه يجب تحرير الدولة من سلطة الدولة وبالتالي يجب تحرير الدين من سلطة الدولة وهنا انتهى الاقتباس عطفاً على كلامي في محافظة إدليب يجب تحرير إدليب من الطائفية السياسية وخاصة بعد سيطرة المعارضة الإسلامية الراديكالية محافظة إدليب لأن للأسف لأن الذين استخدموا الدولة ضد المواطنة وهنا أقصد نظام الحزب قبل عام 2011 والفصائل الإسلامية التي حكمت إدليب بين عام 2011 حتى عام 2015 هؤلاء استخدموا الدولة ضد المواطنة ولكن بالوقت نفسه بعد عام 2015 هؤلاء استخدموا الدين ضد المواطنة أقصد هيئة تحرير الشام بمسمها الحالي في إطار هذا الفهم للطائفية باعتبار ناتجة عن التفاعلات والصراعات بين القوى والفصائل المختلفة أستطيع أن أفسر بأن الصراع في محافظة إدليب لم يكن صراع سن شيعي فقط ولكن أصبح أيضا وخاصة بعد سيطرة الفصائل الإسلامية أصبح الصراع بين نخبة حاكمة قوى ومجتمعات مهمشة مجتمعات الريف لقد عملت تحالفات والصراعات بين القوى المختلفة على تغذية هذا الانقسام الانقسام الطائفي وتحليل وتحليل أدوار السياسية السياسية باستخدام بالتحول من القوى الناعمة إلى القوى الخشنة كان لزاما بعد عام أدوار عاما للنظام الإقصاء حقيقة الطائفية السياسية هنا سؤال يسأل الطائفية السياسية هل هي مهمة لدراسة النزوح في محافظة إدلب نعم إنها مهمة لأنها ترتكز على المجتمع الذي هو مرتكز بالأصل على نظريات وإديولوجيات المعارضة الإسلامية المسيطرة فهذه الطوائف السياسية بالفعل أنتج الطوائف متخيلة بالنسبة لأنه في محافظة إدلب لقد واجهت إدلب صراعات بين الفصائل السياسية حيث سعى كل منها إلى إنشاء كيان طائفي هذا الكيان الطائفي له حدود جغرافية محدد بإديولوجية ومن أجل الدخول إلى قلب هذه الإديولوجية يجب أن تكون دائم العضوية في إدلب تتميز التيارات الإسلامية بتفسيرات مختلفة لكلمة المواطنة وقد عملت الفصائل الإسلامية على جذب الشباب الإسلاميين وبيئة الفقراء والمهمشين في هذه المدينة الهوية في إدلب أصبحت إن كانت وطنية أو قومية أو دينية للأسف أصبحت أهداف للفصائل الإسلامية المسلحة هنا سأنتقل إلى عمليات النزوح التي حصلت للأقليات عندما أتحدث عن الأقليات فهنا أتكلم عن الأقليات الإثنية وأتكلم عن الأقليات الدينية وسوف أبدأ بالطبقات أو العائلات المسيحية التي كانت موجودة في محافظة إدلب إدلب كانت تضم العديد من العوائل المسيحية الذين كانوا يمتازون بكافة الحقوق ولكن للأسف العسكرة والخطاب السلفي للفصائل الإسلامية المسلحة أجبرت هذه الأقليات أن تبقى ضمن خيارين إما أن تكون صامتة أو النزوح بعد سقوط مدينة إدلب في أيدي مختلف الجماعات المسلحة تعرضت إدلب لحملة لن أقول عنها ممنهجة من النهب ومصادرة الممتلكات لهؤلاء العوائل المسيحية ولكن سوف أقول بأقل شيء تعرضت بعض الممتلكات الخامة والخاصة للمسيحيين للنهب وقد أعطت هذه الأحداث انطباعا للمسيحيين بأن إدلب لم تصبح ولن تصبح آمنة فلذلك طلب هؤلاء المسيحيين من البطرياركات والكنائس الموجودة في مدينتي اللاذقية وترطوس بالسماح لهم بالهجرة لهم أو النزوح الداخلي ضمن المحافظات أو النزوح إلى جيوب ضمن محافظة إدلب لا تسيطر عليها هيئة تحرير الشام أو جبت النصرة فيما سبق وبالفعل كانت الموجة الأولى لنزوح العائلات المسيحية نتيجة عدم الأمان والمضايقات في قلب مدينة إدلب في تطور بقيت بعض العائلات المسيحية الموجودة في محافظة إدلب على أساس أن يتحسن هذا الوضع مستقبلا ولكن هذا الأسف لم يكن بسبب قيام جبهة فتح الشام بمسماها الوسطي ثم هيئة تحرير الشام بحملة من الإجراءات المكثفة التي استهدفت المسيحيين هذه الإجراءات كانت من شأنها مصادرة أم لكن إلغاء الضمانات الممنوحة لهم من قبل الهيئة إلغاء الضمانات لهم من قبل الهيئة تعني النزوح القصري ضمن المحافظة أي أنني لم أستطيع أن أضمن وجودك في مدينة إدلب مرة أخرى فهنا وقعوا أمام خيار واحد النزوح النزوح إلى أراضي النظام النزوح إلى أراضي الدول الإقليمية مثل تركيا الموجة الثانية للمسيحيين أعتبرها أنا برأيي أنه عندما أصدرت حكومة الإنقاذ في هيئة تحرير الشام قرار خطير جدا بأن أصدرت بأن ما تبقى من أملاك المسيحيين أو المسيحيين الموجودين في محافظة إدلب هم ممتلكات حرب فهنا أعطت هيئة الشام بنفسها إكسكيوز ذريعة بأنني أصبحت الوصي الشرعي على المسيحيين فلذلك أجبر هؤلاء المسيحيين في الموجة الثانية من النزوح الداخلي أو الهجرة الخارجية إلى الأراضي المجاورة وما حصل في جسر الشغور أصناء سيطرة الحزب التركستاني وجند حراس الدين عندما قاموا بقتل العوائل الكثيرة والحادثة التي حصلت بقتل الإمرأة ما كانت إلا دليل من هيئة تحرير الشام باعتبارها المسيطرة على أن المسيحيين لم يعود لهم أي مكان في هذه المحافظة من الطبع وبالأكيد هذا الأمر قد استغل من قبل نظام الأسد وأطلق سباق الاستثمار الإقليمي أو الدولي لحماية هذه الأقليات فكان التصريح أليكسندر إيفانو في المتحدث الرسمي في قاعد حمامين بأننا نقصف مدينة أدلي وخاصة جسر الشغور لأن المسيحيين لم يعودوا آمنين بالمرتبة الأولى ولأن جنب حراس الدين والحزب التركستاني كانوا قد أقاموا حصار على القرية المسيحية أو المدينة المسيحية الموجودة في محافظة حماءلة وهي حماء هذه هي موجز عن الأقليات عن نزوح الأقليات المسيحية الذين هون في محافظة إدليب لم سؤال أنه هل يوجد مسيحيين الآن في محافظة إدليب حتى ولو يوجد فهو بشكل بسيط جدا جدا لأن هذه الجيوب التي هي تحت سيطرة الهيئات الأخرى قد انتهت في محافظة إدليب بعد سيطرة تحريض الشمع المحافظة بعد 2019 الشيء الثاني الذي سوف أتحدث عنه هو عن الدروز الدروز وضعهم كان مختلف تماما عن وضع المسيحيين في محافظة إدليب لقد امتاز أبناء والإخوة دروز أبناء الطائفة الدرزية في محافظة إدليب والذين اتخذوا من جبل السماق مركزا لهم بأنهم من بداية الثورة في عام 2011 كانوا إلى جانب الثوار حتى أن بيوتهم تحولت إلى مراكز إيواء للمعارضين في محافظة إدليب لذلك جيش السوري الحر في بداية عام 2011 2012 لم يسعى إلى نقل هذه المعركة إلى جبل السماق أو إلى منطقة قلب لوزي لأن هذه المناطق أصبحت تضم نازحين من الجيش السوري الحر الذين هجروا من مناطقهم الأخرى فلذلك كان موقف الجيش السوري الحر باتجاه الأقليات الدروس كان متسامح جدا هذا الأمر اختلف كثيرا بسيطرة الدولة الإسلامية على الدولة الإسلامية في العراق والشام في بداية عام 2013 على جبل السماق للأسف الشديد في بداية الفترة الأولى والحق يقال في بداية الفترة الأولى الأمراء الدولة الإسلامية ولأن الطائفة الطائفة الدرزية لم ينضموا إلى النظام فقد عملوهم بتسامح ولكن هذه السياسة استمرت لمدة أربعة أو خمس أشهر ليطلبوا منهم حدث خطير لذلك لتبدأ الموجة الأولى من نزوح الأبناء الطائفة الدرزية أطلبوا منهم أولا بتحويل مآزن أو مساجد الخلوات أو ببناء قبب لتتحول إلى مساجد شرعية طلبوا منهم بممارسات إسلامية كحف الشارب كالمطالبة بالصلوات وطلبوا منهم شيء آخر وهو أيضا حضور مجالس الفقه والعقيدة هنا شر البليه ما يضحك عندي كان رفقات أنا بكلية الشريعة وقت تصل المحاضرة للفقه والعقيدة كانوا يهربوا فكيف أنتم بدكن تفرضوا على ناس من الطائفة الدرزية أن يحضروا محاضرات للفقه والعقيدة الموجة الثالثة للدروس في السويدة أعتقد بدأت من الطلبات الغريبة الطلبات الغريبة وكلنا يعلم بأن أبناء الطائفة الدرزية لا يقبلون الزواج من أبناء غير الطائفة الدرزية فأرادوا الزواج من هؤلاء هذه الدولة الإسلامية لم تطل بقاءة فيه هناك طبعا موضوع يطول ويطول لتبدأ الجبهة الإسلامية بالسيطرة على هذه المنطقة ولم تطول إلا لمدة أربعة أشهر لسيطر حدث مفصلي وهو سيطرة الحزب التركستاني على منطقة الدروس في جبل السماق سيطرة الإيغور الممثل بالحزب التركستاني على هذه المنطقة كان حدثا مفصليا ليس بسبب وجوده مادة في هذه المنطقة لا بالعكس تماما هم لم يضروا ولكنهم اتخذوا هذه المنطقة حصنا لهم وبالتالي اضطر أبناء الطائفة الدرزية إلى النزوح إلى جيوب أخرى من هذه الجيوب كانت مدينة سلقين بالإضافة إلى مدينة أخرى معروفة أو بلد إبراهيم هنانا وهي مدينة كفر تخارين هذه الموجة الثانية التي أدت للنزوح لأبناء الطائفة الدرزية الحدث الثالث هو مصادرة أو الموجة الثالثة للنزوح للطائفة الدرزية هو بقرار هيئة تحرير الشام بمصادرة بعض الممتلكات بالإضافة لعمليات القتل موقع ستحق ستحق موقع لدي ستحق موقع ستحق موقع لدي أحضر ستحق موقع ستحق من الموقع بشكل بسيط تأثير إيران للأسف الشديد في إدلب كان يعني كان فعال جدا عن طريق المقاتليون والمرتزق الأجانب بالإضافة إلى انتشار القوات والأسلحة الحديثة أصبحت مدينة إدلب أصبحت مدينة إدلب مرتع أو موطن للأقليات والموليشيات الشيعية الحرس الثوري الإيراني توجت بحزب الله السوري في مدينة الفوعة كل هذه الأمور أدت إلى نزوح أو إلى اتفاقية نقل الشيعة وبالفعل أريد أن أقول شيء مهم كثير كثير أنه لم يكن في عام 2018 كان النقل للشيعة في عام 2018 ولكن أستطيع القول وبناء على مقابلات شخصية قمت بها بنفسي بأن الحدث الأساسي لتهجير الشيعة كان من هؤلاء القريتين من الكفرية والفوعة حدث السيطرة أو سيطرة حزب الله اللبناني على الزبداني ودخوله منطق القصير كان بمثابة استفزاز لأحداث دينية وتحريك للسلفية في محافظة إدلب بشكل سريع جدا تحدثت عن نزوح الصوفية وخيار النائب النفس بالإضافة إلى الإخوان المسلمين ونزوحهم الدائم في محافظة إدلب أيضا تحدثت عن مهمة الجيش السوري الحر وكيف أنهيت مهمته بالتتالي بالإضافة إلى أحرار الشام والنزوح المتواصل وتوجي هذا الأمر في عام 2019 هيئة تحرير الشام وهو مربط الفرس يعني هيئة تحرير الشام هي الأساس في النزوح القوى والطوائف في محافظة إدلب دور الدول الإقليمية كتركيا السعودية قطر في عمليات النزوح أو الاعتماد على العامل الإديولوجي في النزوح بإضافة إلى الدور الروسي والدور الأمريكي في استخدام العامل الإديولوجي في النزوح ضمن محافظة إدلب إدلب سوريا السورية حيث لا يوجد مكان آخر للذهاب إليه نأمل أن تكون الخاتمة لإدلب أن لا تكون حرب مأساوية نأمل أن تكون عن طريق مفاوضات نزوح عودة اللاجئين من مناطق من الدول الأخرى أو عودة النازحين من مناطقهم المهجرين إلى المناطق وأسف جداً جداً على شكراً لأيكم مرحباً جميعاً مليون لاجئ 6.1 مليون نازح مهجر داخلياً خلال النصف الأول من عام 2019 كان تقريباً 800 ألف مهجر بعد عملية تركية تقريباً في 200 ألف وما تزال عملية التهجير أو النزوح الداخلي عملية مستمرة إذا بناخد هذه الأرقام تقريباً مع الأرقام غير المسجلة للاجئين السوريين وإذا احتسبنا تقريباً عدد المغتربين ما قبل الحرب اللي يقدروا تقريباً بـ 3 مليون مغترب منشوف منوصل تقريباً لـ 15 مليون مقارنتاً بـ 23 مليون أو 24 مليون لعدد سكان سوريا من قبل ثورة الحرب مشان نشوف بشكل أو بآخر الخلل بالتركيبة السكانية اللي حصل خلال هاي تسع سنوات مشان هيك أنا استخدمت مصطلح شعب من اللاجئين حقيقة هي هذا المصطلح مش هو تصيغة مبالغة لتوصيف الكارسة هذا قضية صح إطار نظري وهذا المصطلح تم استخدامه لأول مرة فيه بكتاب برهان غليون بيام من أجل الديمقراطية في عام 1976 برهان ما يز بين نوعين من الاحتلالين كمعيقين للديمقراطية العربية هو الاحتلال الخارجي والنخبة الداخلية اللي سماها احتلال داخلي مصطلح الاحتلال الداخلي بحسب توصيف برهان غليون من هذيك الفترة كان إنه حول الشعب إلى شعب من اللاجئين ولكن من دون خيام بحيث أن يكون في غياب المواطنة والديمقراطية أي مواطن عربي حتى لو كان في دولته هو مشروع لاجئ على هذا الأساس نشأت في أوساط اليسار نظرية الصفر الاستعماري بأنه الاستعمار أوصلنا تحت الصفر لمرحلة الصفر لأنظمة القائمة وصلتنا لمرحلة ما تحت الصفر والنقاش حوله ووجدت الثورة السورية بشكل أو بآخر لتبرهن هذا الخيار يعني ليس العديد من الكتاب والباحثين منهم الدكتور عزمي في كتابه وصف النظام بأنه تعامل مع شعبه بمنطق الاحتلال وبالتالي بشكل أو بآخر هون ضاعت الحدود الفاصلة بين اللجوء وبين النزوح لأنه بعد إغلاق سياسة الباب المفتوح أصبح هناك زيادة في عدد النزوح لكن كل النازحين السوريين في حال لو كانت الحدود مفتوحة هم لاجئين على هذا الأساس أنا ورقتي بشكل أو بآخر عما تحاول يعني تقديم إطار مختلف عن الإطار السائد حاليا في الإغال في أنسن الدراسات الهجرة بالتركيز على النتائج يعني على الاستجابة وطريقة اللاجئين مدى مساهمتهم في الاقتصاد إيجابي أم سلبي وأنجزتها من نجي أوز يعني أيضا كمان تحاول بشكل أو بآخر ضبط تفسير العامل الطائفي لكل شي وهاي نزعة سائدة بشكل كبير يعني في الأدبيات حول الهجرة ومن خلال تبسيطها إما ببعض إنساني سكن تعليم وما إلى ذلك واستجابة أو ببعض طائفي سنة الشيع بيتقاتلوا مع بعض بهجروا بعض برافوا بعض أنا برأيي بشكل أو بآخر نحن بحاجة لعدم إغفال السياق بالتالي أنا كانت ورأتي هي محاولة مرحلة أو تأريخ وتوثيق الهجرة السورية زمانيا مع التركيز على السياق وبعدين معرفت خصائص كل مرحلة يعني على سبيل المثال رقم بسيط حتى بداية عام 2014 كان عدد اللاجئين السوريين المسجلين في أوروبا خمسين بنهاية العام صار 800 800 ألف تقريبا كيف بدك تفسر هذا الرقم هيك صعود شرب بدون مرحلة أو توثيقها بإطار زماني معين وفهمة ضمن سياقها كل التقديمات أو كل المساهمات قد تبدو قاصرة على هذا الأساس يعني أنا قسمتها قسمتهم لمراحل المرحلة الأولى هي لجوء دون خيام سميتها بعد الخيار القمع للنظام كان هناك خاصة بعد نشوء العمليات العسكرية في دارعوفي صارت مجموعة من اللاجئين وأنا سميته هون لجوء ويقاية واستباقي هون كان النزوح هو الطاغي بسبب أنه النظام لم يكن يسيطر بشكل أبخاء كامل على الأرياف وبالتالي كان هناك متسع للنزوح والابتعاد عن العمليات العسكرية خلال هذه المرحلة وخاصة في عام 2011 نجأت ظاهرة المدن الحدودية المدن الحدودية كانت مثل مدينة الرمثة في الأردن مثل مدينة أنطاكيا وكانت الاستجابة هي استجابة قرابية عشائرية وبالتالي لم يكن هناك كان هناك بعد تضامن كبير مع الثورة السورية وهذا منع بشكل أو بآخر نشوء المخيمات لأنه أنا بزيارتي بزيارة رحت على الرمز كان هناك مراكز إيواء كان هناك ناس راغبة في إيواء اللاجئين لكن مع زيادة الأعداد بشكل أو بآخر بدأت المرحلة باتجاه إنشاء مخيمات جديدة الموجة الأولى للخارج صارت بشكل أو بآخر بعد حدث جسر الشغور وهي أول ما أعلنت مرحلة العسكرة في سوريا هناك يعني تم مهاجمت بعد مززرة راح فيها أربعين شخص تم مهاجمت فرع الأمن العسكري وأدى أيضا لمززرة مقابلة هاي المززرة بشكل أو بآخر أطلقت عملية النظام السوري سماها أنا ذاك أم المعارك باتجاه ونشأ ظهرت الضباط الأحرار أو الضباط المنشقين أنا ذاك جسد الشغور اللي بفهم تركيبتها بسياق الصراع مع الأخوة بالثمانينات مع الأخوان كانت في عملية إفراغ كامل للمدينة اللي هي عشرة آلاف لاجئ وثم إرسالهم لتركيا الخوف من تكرار نموزج حماء أو تكرار السمانينات هنا بدأت موجة اللي جوء لكن هذا اللي جوء أغلب اللاجئين من جسر الشغور عادوا تقريبا مع ظهور بها ظهرت المدن المحررة طبعا المدن المحررة كانت أيضا وبال بمعنى أنه هي كانت محررة أيضا من سكاننا نتيجة أنه دخول سلاح الطيران النظام بدأ من مرحلة بعد بابا عمرو استخدام الطيران المعروحي بعد معركة حلب استخدام الطيران العمودي وبالتالي النظام كان هو السبب الأكبر بالموجه لدفع الناس باتجاه اللجوء هناك يعني هون كان فيه كان فيه عندك بلدين رئيسيين احتلوا فيما يتعلق بلجوء الفقراء الطبقة الفقيرة طبعا هذه كلها هي ملاحظات أولية من الشهادات بشكل عامل أنه أغلب اللاجئين اللي راحوا خاصة بعد تأسيس الزعتري وأيضا اللي دخلوا على المخيمات كانوا من الطبقة الفقيرة لأنهم بحاجة للمساعدات الإنسانية اللي بيقدمها الناس بالمقابل مثل لبنان يعني واجهة للعمال لبنان كان هو محط للعمال السورية وزادت بعد الثورة أيضا وأيضا مثقفي الطبقة الوسطى المعارضين إلى حد ما داخل نزحوا إلى اللبنان في هذه المرحلة من منتصف عام 2012 و2013 أيضا مصر الآن مصر بفترة مرسي كانت جاذبة للسوريين خاصة أنا سميته هذا لجوء طوعي يعادت اكتشاف مصر يعني مجموعة من رؤوس الأعمال والحرف التقليدية والصناعين السوريين وجدوا أن أحداث السورة قد تضر بمصالحهم أو تحدث بعض الاضطرابات فانتقلوا إلى مصر مصر سوق جديد وثقافة سورية يعني ثقافة مشتركة كل هذه المرحلة حتى عام 2013 كان اللجوء عدد اللاجئين كلها كان أقل من 1 مليون المعركة هون العامل الرئيسي في اللجوء في إدخال مصطلح اللجوء لعقلية كل سوري كان بهذه المرحلة هنا دخلت الفصائل العراقية وأصبحت تحيط بدمشق كما تحيط السوار بالمعصم وهي كان خط الدفاع الأول دخول حزب الله حزب الله أعلن بأنه يدخل لحماية ثلاث قرى كانت مكونة من 15 إلى 20 عائلة عدد سكانها 100 نسمة انتهى التدخل حزب الله في العام الأول لتدخله بمليون لاجئ سوري في لبنان من أجل إنقاذ كما يقول رواية حزب الله من أجل إنقاذ 100 شخص في ثلاث قرى شيعية أو على الحدود انتهى التدخل بأنه كل مدن القصير والقلمون ويبرود وجيرود كلها تنتهت في الجرود اللبنانية أيضا اللجوء بعد استخدام السلاح الكيماوي وصفقة التي أجراها أوباما مع الروس الناس أيضا افتقدت كان صعب عليها أنه لان استعمال السلاح الكيماوي يعني كارت بلانش للنظام أنه يعمل اللي بده إياه فهذا أيضا شجع الناس على اللجوء أيضا الحكوا مجموعة من الأخوة على الجهاديين وظهورهم والإسلامويين فيما يتعلق بتصرفاتهم التضييق على الناس وخاصة على المظهر لكن هنا التركيز الجهاديين والإسلاميين ساهموا في زيات عدد النزوع وجزء منه كان مرتبط ليس مرتبط بالسلامة الشخصية بشكل كبير ولكن نتيجة وهذا حق للجعاطمة النتيجة أنه الإيغال بتحديد شكل الحياة بخلاف اللي فرضته الميليشيات العراقية واللي كانت بداية ارتكاب المجازر الحقيقية وعملية التمثيل بالآخر تمثيل بالآخر القريب هي التي فتحت الباب لعدد كبير من اللجوء بهذه المرحلة صار اللجوء تفكير حتى ضمن المؤيدين للنظام صاروا يفكروا باللجوء هنا الآن راحت باتجاه نحنا وصلنا للمرحلة الأخطر وهي نحنا بالسوريين كانوا دائما يفرضوا علينا إنه بس بدك تروح لأي بلد لازم يكون في عندك تذكرت الذهاب وعودة بالمطار بيسألوك على تذكرت العودة قبل تذكرت الذهاب قبل جوازك حتى يعني المهم إنه ترجع ماترو فبهذه الفترة ظهرت اللجوء لأوروبا طبعا هي كانت أنا سميتها تذكرت ذهاب بدون عودة لأنه خلال عام 2015 فجأة خلال نصف الأول يعني أوروبا استقبلت تقريبا مليون فاصلة واحد مليون فاصلة واحد لاجئ كان السوريين يشكلون 48% منهم واستمر هذا التدفق بمعدل 28 ألف سوري أو طلب لجوء سوري شهريا خلال عام 2000 حتى مارس 2016 طبعا بعد التوقيع الاتفاقية مع تركيا والتي منعت أو أغلقت تدفق اللاجئين باتجاه أوروبا بالنسبة للسوريين كانت ألمانيا هي المقصد الأول بشكل عام أيضا يعني السوريين الموجودين في أوروبا هم أكيد من الطبقة الفقيرة لكن من تحمل عناء اللجوء وتكاليفه كان اللجوء يكلف تقريبا من 5000 إلى 6000 يورو وبالتالي لم يكن الفقراء ضلوا بتركيا والأردن للأسف في جزء منهم من الطبقة الوسطى أو الميسورين إلى حد ما وفي منهم الفقراء اللي طروا يبيعوا منازلهم راحوا باتجاه أوروبا لكن لم يكن كل سوري قادر على الذهاب إلى أوروبا وبالتالي كان هناك هجرة كبيرة بشكل أو بآخر للطبقة الوسطى وأيضا للأقليات نتيجة الاختيار لأنه في دول كانت مثلا بسبب معاناة المسيحيين معاناة بعض العلويين معاناة بعض الشياء معاناة بعض الدروس كانت تتم استقطابهم بشكل اختياري سابق ومحدود ضمن برامج الهجرة الطوية العوامل المفسرة لهذه المرحلة والذي زاد فيها عدد اللجوء كبير أول شيء فشل مؤتمر جينيف فكان يعني فشل مؤتمر جينيف في عام 2014 كان يعني انعدام الأمل بشكل أو بآخر بأي أفق للحل السياسي أيضا تبلور أو ظهور الصراع الطائفي خاصة مع تدخل ميليشيات العراقية وإيران بشكل كبير وظهور الجهاديين الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وما إلى ذلك أيضا تشابك العامل للدولة مع إصرار روسيا بشكل كامل على دعم النظام وعدم السماح له وعدم السماح بأي إدانة أيضا تركيز على مسألة محاربة الإرهاب دون حل المسألة السورية وبالتالي أيضا هناك عوامل أسباب أخرى مثلا على سبيل المثال ألمانيا كانت تقدم يعني فيه محفزات ألمانيا لم تكن تشترط بصمة الدبلين للاجئين السوريين أيضا هناك أسباب متعلقة باستنزاف مدخرات اللاجئين السوريين يعني الناس اللي لجئت على أساس أنه اللجوء مؤقت انتهى بها الحال بعد أربع سنوات أنه استنزفت كل مدخراتها بالتالي كان لازم تفكر بمستقبل أولادها فيه وخاصة أنه كان هناك تصريحات أمريكية مثلا شاهد مارتين ديمسي بالكونغرس بيقول أنه الحرب السورية بين سنة وشيعة قد لا تنتهي إلا بعد عشر أعوام وبأن التدخل الأمريكي يجب أن لا يكون إلا من أجل حماية مصالح حلفانا لهن إسرائيل والأردن وما إلى ذلك وبالتالي كان هناك ضبابية كاملة وهذا السبب الذي أدت إلى الهجرة الجماعية بركوب موجات البحر وما إلى ذلك وانتهت الحال نحن تقريبا بستة فاصل سبعة مليون لاجئ سوري وهي سوري تعتبر أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية على مستوى اللجوء القسم الثاني من الورقة اللي هي مرتبط ما مش فقط بالنزوع مثل هاي مرتبط بقضايا بمقولات التغير الديمغرافي هل حصل تغير الديمغرافي؟ نعم الأرقام موجودة وبشار الأسد أقرفي يعني قال نحن أكثر تجانسا كيف وقال نحن أكثر تجانسا بشار الأسد أيضا سوريا ليست للجميع سوريا ليست لكل مواطنيها سوريا اليمن يقاتل عنها وبالتالي يحق للميليشيات أو ما إلى أخرى أن تكون سوريين إذن حصل تغير الديمغرافي لكن هل كان ما هي خصائص تغير الديمغرافي الحاصل في سوريا؟ هل كما يقال هو تغير طائفي؟ أنا من خلال قراءة أو تحليل مضمون لعشرين اتفاقية مصالحة وهدنة فينا نقراهم القلمولة المعظمية لقدسية لبرزة لحج تشرين الأحمر ركزوا عنده حمص القديمة حيلقابون حيلقدم التال وادي برد المدن الأربعة دارية في دارية منطقة جبل الشيخ محلب الغوطة الشرقية محافظة زرعة والقنيترة يعني الملاحظات على الملاحظات والشهادات على كل الاتفاقيات باعتبار خارج المظللة بالأحمر أول شيء لم يطلب النظام خروج المدنيين يعني بخلافها لم يكن النظام يصر على الخروج المدنيين كان النظام يصر على بقاء أحياناً يصر على بقاء المدنيين وكان يصر أيضاً على بقاء المسلحين وكان يحاول بشكل أو بآخر إعادة دمج المسلحين ضمن اللجان الشعبية وبالتالي أنا لا أعتقد أنه كان النظام كان هناك نية حقيقية لتفريغ المناطق التي تم التهجير فيها أيضاً حتى مقاتلي داعش ضمهم جل التركيز كان على الشباب وهذا شيء أيضاً على روسيا حاولت تعطي ست أشهر لمدة سنة من أجل أنه الشباب يعودوا للتحاق بالخدمة تقريباً المناطق اللي يعني قسمها فيه في قسم عادلة هاي المناطق حتى بعد يعني عقد المصالحات وبالتالي من خلال يعني من خلال المضمون ومن خلال الشهادات لا يوجد ما يوحي بأن النظام عمل على تغيير ديمغرافي ممنهج طائفي لهذه المراحل لهذه المناطق عفواً في عنا التهجير الكامل صار بمنطقة أول شيء اسمها دارية وأنا سميته تهجير النموذج دارية مسألة نموذج في الثورة المسلحة السورية بحيث أنه كان في مجلس محلي هو الممثل كان في عندك فصيل عسكري هو لواشي وداء الإسلام لم تسمح في دخول الفصائل الجهادية كانت تجربة منضبطة كانت تجربة أثبتت أو وهن ما يسمى الحرس الجمهوري والقوات الخاصة تقريباً أكثر من ألف قتيل فيما يتعلق بدارية وبالتالي كان النظام كهو اللي رغبته بوقت هذا النموذج أصر على تهجير المقاتلين وتهجير السكان جميعهم إما باتجاه ريف دمشق أو باتجاه إدلب أيضاً لم يفلح باقتحام دارية إلا بعد دخول إيران أو كانت تبرير لدخول إيران باختراع مقام يسمى مقام السيدة سوكينة في السيدة زينة الآن نأتي إلى اتفاقية المدن الأربعة التي ذكرها الدكتور ثامر مدن الأربعة هذه عملية تغيير ديمغرافي على أساس طائفي مع سياسات إحلال طائفي ممنهجة وبرعاية دولية بشكل كامل وبما لا يقبل اللبس فيه المدن الأربعة هي تم التهجير من الكوة الفرية والفوع على أساس أنهم شيعة وهنا بشكل أو بآخر بمثل حزب الله بتلك المنطقة مقابل تحرير مقاتلين وعائلات الزبداني وخاصة مقاتلي أحرار الشام المفاجئة أنه انظروا كمية الأطراف الخارجية المنخرطة بهذه الاتفاقية انخرطت روسيا إيران لبنان تركيا الأمم المتحدة وقطر أيضا في هذه الاتفاقية الأطراف التي لم توقع على الاتفاقية هي المعارضة السورية والحكومة السورية فهذا أنا بيجي للفرضية اللي بيحاول إثبتها كمان من خلال أيضا من خلال الحمص القديمة ومن خلال مجموعة في قسم آخر بالدراسة بيركز على كيفية اختراع تراث شيعي لإيران من يقود عملية التغيير الديمغرافي هي أطراف أقليمية اتفاق مدينة حلب أيضا جرى برعاية بين روسيا وتركيا وإيران فهناك نشاط محموم إيراني لإيجاد هندسة ديمغرافية في سوريا لا تتوقف عند شراء العقارات مشروع دمر في دمشق هو النموذج الأكبر لكن وخلال الدراسة وهذا القسم نحو 21 موقع وقبر ومزار ومقام تم اختراعهم ويتم تسيير رحل وهذه مع تشيير المناطق القريبة لإيجاد حواض وخاصة في مدينتي دمشق وحلب وبالتالي التغيير الديمغرافي الطائفي لم يكن نتيجة إرادة الأطراف الداخلية بقدر ما كان يعكس إرادة تقليميين وشكرا جزيلا شكرا لجميع المتحدثين لو سمحتوا إذا في يعني ممكن شي عشر داعي للتساؤلات إذا سمحتوا رح نبدأ